أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله يا راح الواسع ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا يا معكم اشتركوا في القناة في الوجنا يا ماتي وفل عرا صبري وهاجة صبابتي رحم الله دعب البن علي الفزاعي خادم الإمام الربع وفل عرا يا صبري وحاجة صبابتي رسول مديار وعرات مدارس آيات خليت من تلاوة ومهبط وحي مغفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منع وبالركن والتعريف والجمرات مغفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزتي والسجاد ذي ثفنات ديار عفاها جور كل مكابر ديار أهل البيت هنيئا للزوار اللي ماشي للحسين الآن الزوار الله يجعلنا وياكم منهم آه ديار عفاها جور كل مكابر ولم تعفل الأيام والسنوات قفاء نسأل الدايار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى أين الحسن وأين الحسين أين الحسن أين الحسين أين أولاد الحسين وأين الأولى شطت به غربتن وأفانين بالآفاق مفترقاتي قبور بكفاء آيان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبر بأرض الجوزجان محلوة رحمة الله يحيى بن زين وقبر بباخ خمر لدى الغربات قبر القاسم بن الإمام موسى الكواظم وقبر وقبر يوه وولد النهرين من أرض كربلا هذا قبر المولى الغريب أبي عبد الله وقبر يوه وولد النهرين من أرض كربلا معرس فيها يا بشط فرات يا فاطم لو خلت الحسين مجدلا خوش دمعة بس أريد وأن أساعدني حتى أقرأ لك الفاطمة الزهرة يا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات بعد بعد شي سوي فاطمة إذا لطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين في الوجن يا 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 ما جور يا 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 أفاطم قوم يا يا ابنة الخير وانظري يا نجوم السماوات بأرض فلا يا 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 توفو عطاشا يا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حيني وفاتي بنات زياد في القصو يا رمصانة وين صوتك وين العزا الأيام بنات رسول الله بالسبا بنات زياد في القصو يا 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 ورمصانة وبنات رسول الله في الفلاوات بعد بعد وقالوا رسول الله تدمايان حرموا وقالوا زيادين حفّلوا الخصوراتي ترى اليوم عزاي الزهراء عزاي ولدها الحسن انا الوالد والقلب له فايا انا ودور عزبني وين ما تشاوى ايه ماجور صوتك صوتك للعزاء ايه ودور عزبني وين ما تشاوى اوالا اوالا على ابن المات عطشاوى انا الوالدي المذبوح ابني وطول الدهر بقى الحزن يا ويل يمصيب ويشيب الطفل منه سبعين جثة بدور جنه بالمعركة ما حد فنه بعد بعد بيت الختام للعقيلة سبعين جثة إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِيًا قَرِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ على محبة الإمام الصبت المجتبى رحم الله من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد قال الإمام محمد الباقر عليه السلام إنما النواصب من نصب العداء لشيعتنا صلوا على محمد وآل محمد في ذكر الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة وأثم السلام قبل أن أدخل بهذا الحديث الذي فعلا أراه ضروري جدا الإمام سلام الله عليه الحسن كان أول فرحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وفرحة لعلي وفاطمة ولبني هاشم ولأصحاب رسول الله النجباء المخلصين حيث أول مولود ميزه الله عز وجل بمزايا عدة لعل بعضها لم يحز غيرها إلا الحسن سلام الله عليه منها أنه أول مولود بين معصومين وهذا بادي ومشهور أبوه سيد الوصيين وأمه سيدة نساء العالمين ولم يحظى بهذا الشرف قبل الحسن إنسان أبدا في تاريخ الوجود في تاريخ الإنسانية جمعا أول مولود معصوم بين معصومين بين علي وفاطمة سلام الله عليهم ولو اكتفينا بهذا المقدار لسيدنا ومولانا الحسن المشتبة أعتقد أنه يكفيه سلام الله عليهم مفقرا على الناس في الدنيا والآخرة فكيف إذا كانت هذه واحدة من مزاياه الجمع العظيمة التي خصها بها طورا القرآن الكريم وطورا رسول الله وطورا أمه الزهراء وطورا أمير المؤمنين ثم الأئمة الكرام وما قامت عليه سيرته الطاهرة الشريفة ولد الإمام الحسن سلام الله عليه في الخامس عشر من شهر رمضان بلا خلاف بين المسلمين أبدا وكيف يقع الخلاف في يوم مولد الإمام الحسن وكما قدمت هو الفرحة العظمى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن مزايا الإمام الحسن سلام الله عليه أن ما هناك آية في كتاب الله في فضل أهل البيت إلا وهو ركن وثيق منها وما عد رسول الله صلى الله عليه وآله كرامة ومنقبة لآل بيت رسول الله إلا وكان الحسن ركنا وثيقا في هذه المنقبة والكرامة ولربما خصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولربما جمعه في الكرامة والمنقبة مع أخيه الحسين عليهما أفضل الصلاة وأتم السلام أرجع إلى حديث الإمام الحسن في آخر المجلس إن شاء الله ولكن وأعتقد أن هذا الموضوع الذي يريد أن نتحدث عنه لعله يشمل نوعا ما حياة الإمام الحسن أو قل بمعنى الأدق المحنة العظيمة التي عاشها سيدنا ومولانا صبط رسول الله الإمام الحسن يقول الإمام الباقر سلام الله عليه إنما النواصب من نصب العداء لشيعتنا العنوان الفقه العام أن ناصب العداء هو ناصب العداء لآل بيت رسول الله والناصبي الذي قامت عليه ملة الإسلام كل أهل القبلة كل من شهد الشهادتين أقر أن الناصبية خارج عن الملة بالإجماع وليس على الناصبي خلاف من هو الناصبي يبقى هذا مفهوم ما ينطبق عليه في الخارج على الناصبي الذي ينصب العداء يعني الذي يشتم أهل البيت عليهم سلام الله أو الذي يقاتلهم أو الذي يعاديهم ويناصبهم العداء بأي شكل من الأشكال طبعا اللي يسب الأئمة عليهم سلام الله كما أقر السيد الخوي قدس الله نفس الزكية في مباني تكملة المنهاج قال من سب الله أو النبي أو أحد الأئمة تجد هذه المسألة في المباني من سب الله أو النبي أو الأئمة وتلحق بهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء يجب المبادرة إلى قتله يجب المبادرة لاحظ المسألة تجب المبادرة إلى قتل كل من سب الله أو النبي أو الأئمة وتلحق بهم الصديقة فاطمة الزهراء طبعا هناك استثناءات في مسألة خشية الضرر أو غيرها موجودة في محلها ولكن لاحظ المسألة لما الحكم المقدس أن كل من سب الله أو سب النبي أو الأئمة لما يقول وتلحق بهم الصديقة هذا ليس تخصيص من مقام الزهراء عليها سلام الله ولكن حتى لا يقال أن الأئمة إنما هم الحجج فما موقع فاطمة قال وتلحق بهم الصديقة فاطمة الزهراء حتى لا يقال أنه هذه المنزلة للإمامة فاطمة الزهراء ما مجمولة قال لا وتلحق بهم مولاتنا الزهراء عليها أفضل الصلاة وأتم السلام هناك تفرعات فقية بعض الشيعة يسبون الأئمة شون حكمهم هذا ما ينطبق عليهم الحكم حتى تصير المسألة واضحة أنه الحكم يشمل حكم الناصبي وإن كان الذي يتجاوز على أهل البيت بلسانه مأثوم وإثمه عظيم ولكنك واحد مرة يسيب عن جهل يعني مرة يسيب مرة يجي يلطم صح له لا موجودة عندنا في بلداننا مع الاسف يعني يسبون أهل البيت ولكنهم مرة يجي يلطم مرة يجي للعزاء هذا عنوان المحب ينطبق عليه ولكنه إنسان مغفل جاهل ما ينطبق عليه وإنما الحكم ينطبق على من؟ على الناصبي الإمام الباقر عليه السلام الله يريد يقول أنه أهل البيت عليه السلام الله لهم موقعية في الإسلام عظيمة جدا بحيث صاروا الناس حتى السنة إجماع السنة على هذه المسألة إنه اللي يسيب اللي ناصبي ليهل البيت خارج عن الملة إذا تدخل على موقع ابن باز عبد العزيز بن باز المفتي الوهابي الشهير عندهم يفتي بهذه الفتوى أيضا ولكن يقول وإن عز وجود الناصبية يقول وجودهم عزيز ما موجودين يعني ولكن إذا موجودين ينطبق عليهم العنوان هل شنو؟ يعني هل محبة؟ لا مم محبة لأهل البيت ولكن غصبا عنها لقوة أهل البيت عليه السلام الله في القرآن وقوتهم أين؟ في الإسلام وفي الروايات وما جاء عن النبي ومن عاصروهم صلوا على محمد وإله لاحظ هذه الأخبار أمثال هذه الروايات تنبك عن ما يعلمه أهل البيت عليه السلام الله من علم المغيبات الذي ورثوه عن جدهم النبي صلى الله عليه وآله عرفوا الأئمة عليه السلام الله أن المعركة سوف تنتقل مو؟ لما ما وجدوا على أهل البيت خطأ في قول ولا خطأ في فعل وإن اجتمعت قبائل وعشائر بني أمية كلها ليجدوا شيئا ومغمزا في الإمام أمير المؤمنين فما وجدوا شيئا وكذلك الأئمة الكرام عليه السلام الله ولهذا لما تقرأ سيرتهم اقرأ إلى كل من أرخ إله البيت تجد الأوصاف العجيبة بل هي أقل من أقل من فضلهم وشينهم ولكن هذا الذي استطاع القوم أن يصفوه عن الأئمة الكرام عليه السلام الله تجد أن لهم موقعا متقدما في الإسلام مو؟ ولما أفتى فقهاء العامة أن الناصبي من الناصبي الذي ينصب العداء لأهل البيت رسول الله المعروفون مو؟ هو خارج عن الملة انتقلت المعركة لمن صارت؟ صار القتل والنصب للعداء المل لشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم سلام هذه وأمثالها تدخلنا إلى موضوع المحنة الكبيرة التي عاشها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم سلام ولا زالت هذه المحنة تتكرر إذا كانت محنة للإمام الحسن سلام الله عليه في مسألة فقدان الناصر أو كانت في مسألة الخذلان مرة واحد ما عنده ناصر مرة ناصره يخذل عنه كما حصل في الإمام الحسن مو؟ اشتدت المحنة وارتفعت المأساة لما القبائل يراسلون معاوية رؤساء القبائل ويقلوا لعلامة القتال إن أردت أن نسلمك الحسن ومعه الحسن وهم شنو مكتوفي الأيدي فعلنا علامة القتال مأساة عظيمة لما واحد من أهل البيت يعني من داخل هذه الخيمة ممن أهل البيت المعصومين أمثال عبيد الله بن عباس أخو عبد الله بن عباس لما يهادن معاوية ويقبل بعرض يعرفه عليه معاوية ويسلم أكثر الجيش الذي في المدائن والإمام الحسن يرى ويسمع لما بعض قريبين من المدائن والحسن يحاولون أن يغتالوا الإمام الحسن سلام الله عليه يعني أرادوا أن يستضعفوا الإمام سلام الله عليه من كل جانب مأساة عظيمة من الذي يشعر بها نحن الآن ننقلها نتأسف عليها نتأذى لأنهم أئمتنا صحيح ولكن المأساة الحقيقية يعيشها الإمام المعصوم وحده فقط تزداد المأساة على قلب الإمام الحسن سلام الله عليه لما بعض المقربين مننا ما يفهمون مواقفه أكو بعض الأسماء نخجل نذكرها أسماء أسماء عظيمة في تاريخ الإسلام يعني شنو رأيك بحجر بن عدي مثلا حجر بن عدي رجل مقدس رجل شهيد عظيم قدم كل شيء يملكه في سبيل الله حتى قدم ابنه للشهادة قبله صح له لا حتى حجر كان ما مستوعب موقف الإمام الحسن سلام الله عليه فشيقل للإمام وإلى جنبه الحسين يا ليتك مت قبل هذا اليوم ومتنا معك قبل أن تضع اليد أو الأمر في يدي معاوية قال فلكزه الحسين إلى جنبه قال يا حجر هون على أخي أبا محمد لا تحجي بهالكلام هذا ليش الإمام يحجيوه يا حجر بهالطريقة ليش نعرف حجر شنو يدري بمتدين ومؤمن ولكن ما استوعب شنو الموقف بعض الناس يدخل على الإمام يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين مو معلوم أنه هذا السيء ولا من بني أمي أبدا ولكن هذا الإنسان الذي ما استوعب المسألة التي أو حراجة الموقف الذي يعيش به الإمام الحسن زين؟ أريد الآن ناقش فقط الأسباب حتى نشوف في واقعنا هذا أكو يعني متكررة هذه الأمثلة استنساخات موجودة لو ما موجودة ها؟ شنو أسباب اللي الأعداء الإمام الحسن تكالبوا عليه من جيشه ومن خارج جيشه بعض أقرباءه خذلوه بعض المقربين إليه لم يفهموا مواقفه زين؟ هل أن الإمام الحسن مجهول أو أن قضيته مجهولة؟ لا يمكن أن يكون الإمام الحسن فالأمة أبداً بكل حال من الأحوال إذن شنو الذي جهل؟ ليس الإمام الحسن وإنما جهلت قضية الإمام الحسن سلام الله عليه شنو أسباب الجهل؟ بقضية الإمام الحسن ولقد قدم لها رسول الله وبيّن رسول الله وما ترك النبي منقبة إلا ووضع الحسن سلام الله عليه بهذه القضية السبب الرئيسي والمهم والمتكرر هو الإعلام المعادي لاحظ الإعلام المعادي لأهل البيت نال في أعين الناس حتى من قدسية الإمام الحسن سلام الله عليه تقول لي شنو أن نال من قدسية الإنسان الذي يرى أن تكتيف الإمام الحسن وتسليمه إلى العدو هذا بعد ينظر بقدسية للحسن من يطعن الحسن في رجله يرى قدسية للحسن من خذل الحسن أو خذل عنه يرى قدسية للإمام الحسن صالوا له إذن الإعلام الأموي ماذا؟ قام على أسس رصينة وقوية ومدروسة الإعلام قديم ترى إلا الآن سواوا جامعات للإعلام ولكن الإعلام عند معاوية وعند بني أمية أساليبه قديمة وعند وزراء عند وزير مسيحي وعند وزير يهودي وعند مستشارين من بني أمية يشور عليهم فكانت الهجمة الإعلامية على أهل البيت هجمة نافذة وقوية وللأسف أدت بعض مفاعلها في جسد الأمة من هذه الهجمات مثلاً فضل أن الحسن بن علي يقوم الإمام أمير المؤمنين على المنبر ويقول إن ولدي هذا مزواج مطلاق فإذا خطب إليكم فلا تزوجوه شون الأمة ترويننا حديث أنه سيداء شباب أهل الجنة والإمام علي يسمع شون الإمام علي يقول إذا يخطب لكم سيد شباب أهل الجنة لا تزوجوه شون تناقض هذا شون قبلته الحديث الأول شون الأمة قبلت الحديث الثاني ملاحظ؟ أو قولهم مثل الدعاء التي دعمها العباسيون أن الحسن ضعيف وسلم الحكم إلى بنيهم وكانوا يعيرون الثوار من بني الحسن سلام الله عليه وعليهم أنه أبوكم هو اللي سلم الحكم تنازعوننا على ماذا؟ يعني هو ما يدري الحاكم العباسي هو ابن هذه العائلة وقريب من هذا الجو ما يعرف المحنة والمأساة اللي عاشها الإمام الحسن زينداء الإمام الحسن تخاذ له وسلم الحكم فما بالك بعبد الله بن عباس وهو جدهم عبد الله بن عباس ليش ناصر الإمام الحسن على كل حال؟ ملاحظ؟ إذن هي هجمة إعلامية الغاية منها النيل من قدسية أهل البيت عليه وسلام الله ومن مكانتهم بأن يجعلوهم في مصاف في الناس تقول هاي الحملة أدت نعم أدت بعض أغرابها مما حدا بالإمام الحسن أن يعطي الخلافة والملك المن إلى معاوية وهو يعلم من هو معاوية لاحظ هذه المأساة؟ زين الحسين عليه السلام الله لما قتلوه هيك قتلوه؟ ممعقولة ترى أن الحسين بهذه القوة في القرآن والتاريخ الإسلامي والروايات ينفردون بالحسين بني أمية وين؟ في أرب بها ثقافة وبها علم وبها معرفة أرب العراق نعم الكوفة ولا ليش اختارها الإمام الحسن؟ ليش اختارها الإمام أمير المؤمنين سلام الله؟ ليش راح للكوفة؟ مؤتباطا أبدا صح الأولى؟ ليش الإمام صاحب الأمر عبد الله تعالى فرجه؟ ليش اختار الكوفة؟ ليش عاصمته ودولته بالكوفة؟ لأسباب عديدة لعل أقلها والواضح منها أنه بلد بثقافة وبيشعر وشعراء يعني منبر إعلامي ولا الحسين أشاره عليه أن يذهب إلى اليمن ليش ما راح لليمن؟ واليمن كان بيشيع مو؟ لما يروح لليمن الحسين يكون منهزم صح الأولى؟ ولعل يزيد يتركه في اليمن يزيد لعله يتركه في اليمن ما يريد منه شيء ليش؟ لأن يموت الحسين وهو حي لا أراد الحسين أن يحيا وهو ميت وين؟ ولكن على أرض العراق على أرض الكوفة فلاحظ هذه المسألة المهمة في حياة أهل البيت عليهم سلام الله لما اختار الحسين الكوفة ومهد لها بسفره من المدينة إلى مكة وبقي أيام في مكة يخطب الناس يحدثك التاريخ أنه طلع واحد من المدينة طلعوا اثنين أو أربعة في بعض الروايات من جهينة فقط من مدينة نصروا الحسين واستشهدوا معه النفر النصري اليسير خرج مع الحسين من؟ من مكة ولا أكثر الناس تفرقوا عنه بعدما علموا أنه يقول لهم أني مقتول ولكن اختار الحسين ماذا؟ اختار الحسين الكوفة زين ليش قتلوا بني أمية الحسين وهو بهذه المنزلة في القرآن والإسلام والرواية ومنزلة الحسين وهو الحسين بن فاطمة وعلي وجده رسول الله تدري ليش؟ لأن الحملة سبقتها موجة إعلامية عنيفة موجة إعلامية شارك بها بعض أصحاب رسول الله بعض الناس الذين صحبوا رسول الله أكو كلمة يذكرها يوم الأيام في سجن بغريب السيد محمد سعيد الحكيمة الله أطال الله في عمره الشريف يقول هذا لما سؤل عن حديث لو أن لو أن أحداً أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كان من يكون يقول دققنا في هذا الحديث وجدنا أن هذا الحديث بلا أسانيد وأن أسانيد هذا الحديث تنتهي إلى أبي هريرة إلى بعض أزلام بني أمية شنو علاقة أبو هريرة بقتل الحسين والمشهور أنه أبو هريرة مات أشهر الروايات أنه مات قبل قتل الحسين سلام الله عليه بسنة أو سنتين لأن الرواية أنها مات في سنة 58 أو 59 لسا ليش مجهول موتة؟ أكو حديث من رسول الله بحق أبي هريرة وسمر بن جندب وآخر قال آخركم موتاً في النار على كل حال أبو هريرة شنو علاقته بمقتل الحسين هذول الناس الظلمة ناس موسوعيين ناس تقدر تسموهم هل يسموهم استراتيجيين يفكر للأيام المقبلة صح له لا يفكر إلى سنين فخلوا أبو هريرة وغير أبو هريرة وسمر بن جندب وبالأموال يسولهم أحاديث هذه الأحاديث تجبن الأمة منها لحظ لو أن أحداً أراد أن يفرق أمر هذه الأمة فاضربوه بالسيف كائناً من يكون شنو عن كائناً من يكون بعد هذه الأمة لما تقل له هذا الحسين يقل لك وإذا الحسين النبي قال كائناً من يكون شنو كائناً من يكون أولاً هذه الألفاظ بها قلة أدب لا تليق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانياً بها من العمومية ما يشمل الظلمة أنه ظلم الناس مو واندبي يحميكم من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع على حقل وعلى باطل ما ذكر النبي والحديث ما ذكر فلاحظ أنه الأنفاس الأموية واضحة بهذا الحديث أمثال هذه الأحاديث روج لها بنو أمية لقتل الحسين عليه السلام الله قال هناك فتنة أبو هريرة يقول القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الراكب وبعد ما دل هو أن توصل الرواية زين يقول جاية فتنة الناس لما تسمع مو صحيح يقول من فارق الجماعة شبراً فمات مات على فلالة إلى النار اللي فارق الجماعة إذا اجتمعت الجماعة بس غير يحدد الجماعة على حق على باطل ما ممكن أن يكون هذا منطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي يأمر بالهدى لا يأمر باب بلال إذن الغاية من الكلام أن الموجة الإعلامية العنيفة التي مهدت لأخذ الولاية من أمير المؤمنين الموجة الإعلامية التي بها انتهكت الصديقة فاطمة الزهراء صلوا على محمد وآله محمد ما أدري أشعر الصوت ناصي لو أن صوتي ناصي اليوم صلوا على محمد وآله محمد نعم وهذه الموجة الإعلامية التي انتهكوا بها سيدنا ومولانا الإمام الحسن سلام الله عليها ثم قتل بها الحسين عليه السلام الله ولا أسألك بالله هل جسم العريض للأمة الإسلامية سبعين واحد يستجبون للحسين سبعين واحد هذا الحسين سبعين واحد يستجبون لسيد شهداء ثم هو بعد ينادي هل من ناصر فينصرنا مو هل من مغيث فيغيثنا كذا من ألفاب هذه لو كان للحجر أذن لن فطر هذا الحجر صلوا لا والحسين ينادي وما عنده نصار ليش الحملة الإعلامية الترغيبية وترهيبية كانت عنيفة جدا الآن إحنا إذا بذاك الزمان إحنا ما خلصنا من الهجمة الإعلامية ما للأمويين على أهل البيت وهم أهل البيت زين شلون إحنا في ضعفنا ومعاصينا وذنوبنا وأخطائنا المتكررة معقولة إحنا ما نخضع إلى هجمة إعلامية لازم نخضع إلى هجمة إعلامية صلوا لا إذن مو غريب أنه لما تسمع مثلا بالوسائل الإعلامية المتعددة وأعتقد أن هذه الموجات إنما تتكلم من حسدهم لشيعة أهل البيت تدري ليش؟ لأن الشيعة عندهم منظومة رائعة جدا أنا أعتقد أنه فعلا هي تابعة للمنظومة المعصومين سلام الله عليهم التي يسميها بمنظومة المرجعية مو؟ إش قال الإمام النواصب ما يقدرون يسيبون أهل البيت لأن البيت عندهم حصانة يسيبون أتباع أهل البيت صلوا لا فتصير الهجمة عليهم إحنا مسألة المرجعية شوفش قد دقيقة هذه المسألة هي من الموروثات المعصومين الدقيقة والأكيدة والتي لا يختلف عليها شيعيان مو؟ ونظرنا إلى المخالفين الناس الآخرين اللي ما عندهم مرجعيش منهم مخذولين صح الأولى أنا ذكرت في المابي كما هو معروف أنه أي واحد عنده قابلية يفتعدهم أي واحد أنا شفت حقيقة كنت عايش بمصر سنة كاملة وشفت في مصر لما تقرأ بالجرائد يكتمون الفتاوى الجديدة تقبل الله بدون مبالغة وإن تقرأ على الانترنيا تشوف يقول أفتى الدكتور الفلاني فتوى أفتى أستاذ في كلية الألسن الفتوى الفلانية وكلها تفتي كلها تفتي زين هذا هل من المعقول عنده مؤهلات أنه يفتي وهل أنه معقول هذا عنده قابلية الأخذ من القرآن والسنة حتى على مبانيهم حتى على طريقتهم صعلوا لا إلى أنحدى الأمر شفت واحد من السلفية شفتها بمكة مو هاي السنة القبلها شفتها بمكة لابس بلابس العادية يعني ما لابس حرام قلت له زين أنا اللي نعرفه بوتا هو قلت له زين بسرعة سويت الأعمال بالتك يمت وصليت يمتكملت الأعمال قال لي لا أنا ما أسوي أعمال قلت له شون ما أسوي أعمال قلت له تدخل لمكة قاطر باط قال لي نعم قلت له شون تدخل لمكة رسول الله ما يدخلها بها الطريقة رسول الله يحرم ويدخل المكة شو أنت أدخلت المكة قال أفتى إلي بعض المشايخ الكرام تقبل لا قال الشيخ من المشايخ أفتى قال لي بما أنه أنت عندك حملة فأنت يجوز لك تدخل إلى مكة بلا إحرام تدخل إلى مكة بلا إحرام هسا العلماء مختلفين بعد الإحرام يجوز الخروج منها لو ما يجوز من مكة على خلاف بين سيد الخوئي وسيد السستاني والعلماء والمراجع ولكن تدخل إلى مكة غير تحرم مو واحد انطى فتوى واحد ينطى فتوى بالقتل واحد ينطى فتوى بالتكفير واحد ينطى فتوى بالتفجير وحاصلهم هاللحال ما حاصل عندنا ليش لأننا نعيش بنعمة من نعم الله زين هنا أنا شنو موقع الإعلام أسألك بالله موقع الإعلام في تسقيط هذه المرجعية أنا أحيانا يعني لما نذكر بعض المسائل يعلم الله ما نقصد أشخاص ما نقصد أشخاص معينين يعني نقصد فلان أو أتباع فلان أو كذا يعني ما عندنا غرف سياسي لأن هذا المنبر هو منبر الحسين عليه السلام الله وهذا منبر الحسين مسؤولية على الخطيب ومسؤولية على المستمع لما ما قدروا ينالون من المرجع شلون ينالون منه مثلا؟ بأي طريقة ينالون منه؟ مثلا أنه المرجع يخوف في الدنيا يخوف كالذي يخوفون عنده قصور وعنده سيارات وعنده أموال وعنده كذا المدخل إلى سهل يصير زين هاي ما ممكن صح له لا؟ والشيعة كما هم أو مراجعهم معروفين بالزهادة والعبادة والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى صح له موصع وهذا أمور ما علي أشكال بل عرف الشيعة أو عرف مراجع الشيعة بهذه المنزلة السامية زين؟ بعد شنو؟ اختلاطه بالناس اختلاطه بالناس محسوب ودقيق ويكاد نعم ولا أبالغ أقول يكاد أن يكون مراجعنا العظام على درجة عالية قريبين جدا من المعصومين في تصرفاتهم من حيث النزاهة من حيث المنطق الكلام المزاح الكذا كل شيء بحيث إذا تقعد يما حتى أخذك الهيبة تقبل الله يوم من الأيام رحنا مجموعة لما رحنا إلى السيد عبدالعلى السبزواري رحمة الله على روح الطاهرة هذا الرجل المقدس الذي يقال أنه آخر العرفانيين والله العالم فعلا من أهل العرفان تقبل الله احنا مجموعة ومو بس احنا أخذنا أسئلة نسيئناها أسئلة أخذنا سئلة لأنه غلب نور وجهه والله نور وجهه يغلب على الحاضرين على الناس وكأنك أنا اللي كان يتخيل لي أنه قاعد يم نبي أنا اللي كان يصور لي أنه هذا الشخص اللي قاعد نبي رسول من الله سبحانه وتعالى لنور وجهه وهيبة وانقطاعه إلى الله سبحانه وتعالى وتلمس به أشياء عظيمة كما هي أوصاف الأنبياء زين من كانت هذا حالهم بعد اختراقهم صعب يصير صعب والله شون يدخلوا لهم من أي طريقة يدخلون لا يرغب بالمال لا يرغب بالجاه صعب والله اذكرتنا يمكن في مؤسسة الخوي القصة المشهورة عن السيد يوسف الله يرحم لا بس تذكرها ترحم لهذا الشهيد الكبير أنه الناس إجوا لما أرادها صعب والله الآن الناس يتعاركون على 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 كل شيء سمارد نظرب أمثلة يعني صعب والله على حطام تافه من الدنيا الناس يتعاركون عليه حطام تافه الآن على الدنيا ليش لينبه جاه لينبه راتب لينبه حصانة لينبه جواز دبلوماسي صعب والله مستعد يبيع الله ورسوله يبيع باميره وشرفه حتى يوصل إلى هذا المكان صعب والله موصح هذا الرجل إجاء كل شيء قالهم لا عمي المرجع هو السيد الخوي صعب والله قالهم السيد الخوي المرجع وسيد الخوي معروف أنه الله يرحمه في زمن السيد محسن الحكيم مع أن المرجعية من قطعه السيد محسن الحكيم ولكن هو زعيم الحوز مسؤول التدريس كان مو فحل من فحول الشيعة لعله لا يتكرر يعني عند الشيعة واحد مثله فسيد يوسف يعرف فبله يعرف شرفه يعرف منزلته مع أنه مشتهد ومرجع جامع للشرائط صار في صراع بين أن يقبل مو وهو يعرف من هو أعلم منه وبين أن يرفف ويلتج إلى الله فالتجه إلى الله وعلى وسما بهذه المنزلة هذا مثال هذه الأمثلة متكررة موجودة ما رد أتعرف له لما سئله السيد السعيد الحكيم الله يحفظه لما سئله قال له لا ما عادكم موقف سياسي ما تحجون سياسي قال لا قال ما تركنا موقف إلا أبدئنا بي رأي قال له لا يمتى قال السيد السستاني جاي يحكي شون كلام رائع يعني صح له لا قال السيد السستاني جاي يحكي عن المراجع إذا أتكلم سيد السستاني هذا وبعد هو يتكلم باسم المراجع يعني ملاحظه ماكو تنافس صح له مو صح مين دخلو دخلو من باب الأعلمية هذا الأعلمية لما العالم يقول يجب تقليد الأعلم مو هو في غالب العلماء يقولون يجب تقليد الأعلم على الأحوط صح له لا على الأحوط وجوبا هذا ما عليه كل العلماء تقريبا أو غالبيتهم حتى تكون الوصف دقيق هذه مسألة علمية بحتة صح له لا مسألة علمية بحتة أنه يقول الحكم الشرعي عنده يقول يجب تقليد الأعلم ولكن بما أنه ما واضح الحكمية بالب��가 شي يقول على الأحوط وجوبا أنت تختار من تختار الأعلم هذه بديهية عقلية أنه الإنسان لما يريد طبيب يروح إلى أحسن لطباء صح له لا على معتة على راسة على ذانة على حنجرة يروح إلى أحسن لطباء إذن على دينه ما يروح إلى أحسن العلماء المفروب أنه يروح إلى أحسن العلماء أوصفها بعضهم ماذا بوصف التنافس ما بيه تنافس أبدا وإنما هي مسألة والدليل على التقوى فيها قولهم على الأحوط لاحظ لما قال على الأحوط يعني أنت إذا ما قدرت مو صحيح ارجع إلى مرجع آخر كما هو معلوم أنه الحكم ما مقضوع عندي لما ما قدروا يخترقون منزلة العلماء لهذه المقام أو لهذه المقامات السامية التي عليها مراجعنا ولا أعتقد أنه يقول بدع من القول أبدا ما أعتقد أنه جاي يجيب فالشيء جديد الآن هو هذا الشيء معروف ولكن هناك هجمة من الخارج على ماذا على علماء الشيعة وللأسف أن كثيرا من الشيعة تلقى الطعم مو تلقوا هذا الطعم المسموم لأعداء أهل البيت عليهم سلام الله وللأسف طبعا للأسف طبعا الشيعة لو ما بركات أنفاس الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه ثق بالله لو لا وجود الإمام وفعلا الوجود كله يندثر لو لا دعاء الإمام وأنفاس الإمام ما يظنون شيء عليه نتيجة الأخطاء المتكررة خطأ صار وشنو اعتدي به على فاطمة الزهراء سلام الله عليها ترى مو كل الناس اللي سكتوا عن ظلامة الزهراء هم أعداء لفاطمة الزهراء ولكن أكون مهادنة سكتوا أكون ناس محبين أسألك بالله شنو رأيك بلال مثلا بلال عبشي شنو عدوا لأهل البيت لا مو عدوا بلال ما عدنا رواية أبدا بلال صاحب رسول الله رجال المجاهد الخير ولكن سكت سكوت أمثال بلال وغير بلال شجع ابن الخطاب أن يقف على باب فاطمة يقول له إن في الدار فاطمة يقول وإن في رواية يقول له فاطمة والحسن الحسين ويقول وإن حتى له فاطمة والحسن الحسين لنحرقن عليك الدار مو سكوت أمثال هؤلاء العظماء والمجاهدين يغري أولئك الناس بالاعتداء على أهل البيت عليهم بسلام الله لعل الخطأ وين تكرر ويهل إمام علي تكرر الخطأ ويهل حسن تكرر الخطأ مع الحسين ولازالت هذه الأخطاء شنو متكررة حتى بعض الناس تسمع منهم كلام ناس طيبين محبين للمرجعية ومحبين للعلماء ها يقول والله باع علينا الحق والله قمنا ما نميز بعد ما نعرف ياهو على حق وياهو شوان ما تعرف هو لازم تعرف لازم تعرف أنت وين صعله لا لازم تعرف رجلك وين حاطها أنت لازم تكون على الحق ليش لأن الله يريدك على الحق صح له لا لو مات الإنسان ارجع إلى علماء الدين وقل له واحد مات ما يدري ما يدري وين رجلة حاطها على الحق على الباطل يقولون هذا مات شاكا في دينه موقفه صعب أمام الله يجب أن يكون ماذا أن يكون متأقنا من الحق الذي هو عليه لازم يكون متأقنا ويجب أن يعلم ويشعر أن هناك حملة كبيرة على علماء الدين وكل العالم المخالف كل العالم بلاستثناء يقودون هذه الحملة ويمولون لهذه الحملة تمويلات عظيمة حتى شنو إذا أسقطت المرجعية في أعين الشيعة سقط معها كل شيء والله أسألك بالله الآن لازم زمام الأمور منهم بالعرب بحيث حتى بعض السياسيين تشوفهم علمانيين بس يجي يزور السيد السستاني ويمدح السيد السستاني ويحكي لك كلمتين حتى شنو حتى يحصل له شم صوت بالخارج لأن يدري إلا من طريق شنو إلا من هالممر هذا إلا من هالباب بعض السياسيين لعله محسوبين على المتدينين هم ما عندهم اعتقاد لعله بالمرجعية أصلا صح له لا ولكن يروح ويبوس إيد السيد وقعد يمه كالعبد الذليل صح له لا ولعله بالأمس القريب كان يضرب نظام المرجعية مثلا موجودة هاي في ظاهر المشاهد موجودة ليش لأن يدري إلا من خلاله نعم إلا من خلاله لو مو من خلاله ولعله هناك أثناء شوف الحملة شون يمشوها مثلا أضرب لك هذا المثال حتى ما يكون المجلس السياسي لأنه نحن جايين على انتخابات وعندي حديث قصير حتى ما يطيل إن شاء الله لما دخل للقوات العراقية لما دخلت للنجم أيام الأحداث المشهورة طلعوا واحد من السياسيين المتدينين يردون شنو يردون يورطون المرجعية في مسائل للصبيان للأولاد الصغار والمرجعية أعلى من هذه المقامات مو؟ فش قال؟ قالوا له شنو رأيك بالذي يجري بالنجم قال إذا حلقت لحية وجارك فبلل لحيتك باختصار شنو معناته؟ يعني السستاني إذا ما يتخذ موقف هسا مثل ما يزينه اللي حيت فلان يزينه اللي حيت بدون أدب بدون أخلاق لما ما كانت عنده مصلحة مع السيد لما صارت عنده مصلحة قام يزوره لاحظ؟ قام يزوره ويتودد ويرطب الأجواء ويبوس إيد السيد ليش؟ لأن موقعها في الأمة الله سبحانه وتعالى هو الذي صانه ولأن المعصوم هو الذي وصى بأولئك المراجع طبعا وأنا أقول للمراجع بدون استثناء بعد عدي مسألة وأسألك الدعاء أنه قلنا ما يقدرون يضربون نظام المرجعي لأن قوي فعلا قوي من الله أسألك بالله إنسان السيد السستاني لا عنده دعاية لا عنده إعلام لا عنده محطة فضائية والله فارغ رأيها بالعراق يقدر مواقف إذا استعجالية يغير المعادلة بالشرق الوسط كله صار حرب أهلية بالعراق صح له لا با استطاعت الحرب الأهلية بالعراق بسهولة تنتقل وين؟ للكويت للسعودية للسورية للأردن دول الجوار توصل وين الحرب الطائفية صح له مو صح ظل محافظ على هذا الصمام ليش؟ لأن مواقفة مدروسة لما ما قدروا إيش قام يسوون؟ بالحوزة كذا أنت تقول أنا آية الله ها موجودة تدري كم مرجع حسب قم؟ رح شوف قم مع أنه قم بها دولة وبها حكومة المفروف تدري كم مرجع بالنجاف الآن؟ والله تسألهم ما حد يعرفهم تسألهم ما حد يعرفهم أصلا يعني ما يدري مين إجا هذا من اللي يجع به وين درس عد من أبحاثه من اللي يشهد له ما حد يدري به أبدا والأسماء أعتقد كثير منها معروفة هاي ما رح تأثر إن شاء الله تدري ليش ما تأثر وإن كان قسم منهم أخذوا قطعة كبيرة من الجسم الشيعي وللأسف خصوصا دول الشباب الزغار أنا شفت يوم من الأيام واحد من اللي يمثلون هالطوائف الفئات وهو معمم ولعله يعني أنا يعني من شفت منظرة وكذا يعني أعطيتها شيء من الهيبة ولكن هذا قال إحنا الشيعة علينا شكالات كل شيء هواي قلت له مثلا شنو مثلا شنو الشكالات مثلا قال تظل أكو أسئلة ما عليها أجوبة ليش الأئمة ابن وأب ليش وليش ما صار أبو ذر إمام مثلا ليش ما صار سلمان وسلمان مقدس وكذا ليش إلا الحسن إلا الحسين قلت له سبحان الله يتلش ما قاري قرآن هذا الإشكال يرد على القرآن لأنه الأنبياء أبو أبن مصح ذرية بعضها من بعض إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض قلت له لو كان إشكال واقع الإشكال يقع في القرآن ليش خلى أبو أبن مو مفافئة إلى مسائل كثيرة ليس الآن في صددها أمثال هذه الشبهات التي تدخل وهذه الأشكال ويزرعونها وين في أجواء من الحرية الآن العراقبي حرية أنت ما تقدر تقول للواحد الآن أنت سياسي لو مو سياسي أنت ما تقدر تقول للواحد أنت عالم لو مو عالم لأنك حرية ويشتكى عليك وأكو حقوق الإنسان صح لولا حقوق الإنسان اللي مغيبة قبل سبع سنين قبل سبع سنين كان حقوق الإنسان نهائياً معدمة بالعراق في زمن صدام صح لولا الآن حقوق الإنسان تداعي وأكو حريات فما تقدر تحكي مع كثير من الناس نحن أخوان فعلا مقبلين على انتقابات أنا أتكلم من مسؤولية الشرعية فقط مو وظيفة المنبر ولا الحسينيات ولا المساجد أنه مثل ما قال سماحة سيد السلسان الله يحبه أنه تنتخب فلان مو؟ ولكن لاحظ الشيعة بالانتخابات الأولى هذه مسألة مهمة جدا بالانتخابات الأولى كان كثير من الشيعة معرفين على الانتخابات وسوء تصرف الحكومة أيضا يساعد ندري هنحن أكو سرقات وأكو انتهاكات وكلها ندري بها ولكن دخلوا أخواننا السنة دخل المطلق وغير المطلق دخلوا على الخط وسوؤوا المسألة سنية الشيعية لما شافوا الشيعة متخاذلين عن الانتخابات هبّوا الشيعة يعني الشيعة أنصار لأهل البيت على كل حال صح له لا؟ قال له لا لما إجوا لما صارت المسألة قلت واحد من الشيبة يقول لما صارت المسألة علي بن أبي طالب له غير له علي بن أبي طالب على كل حال فطلعت الناس انتخبت صح لولا الآن جابوا لنا موضوع البعثيين صح لولا وهذا خطر كبير صح لولا يحتم على المتدينين أنه يعيد النظر اللي قال ما انتخب أو اللي قال كذا يعيد النظر لازم ولكن المسألة المهمة أنه ينتخب من صح لولا ينتخب من هي هذه المسألة المهمة صلوا على محمد وعلمه أعتقد كلام السيد السستاني واضح أنه ينتخب أقربهم إلى مصلحة الناس الذين يخدمون وتحديدا نكون كلمة ما يقدر يذكرها السيد السستاني بس احنا نقدر نذكرها الذي يخدم شيعة أهل البيت نعم الذي يخدم التعازي الحسينية اللي عنده حس حسيني نعم اللي هو متدين اللي هو محترك قلبه على أهل البيت سلام الله عليهم هذا كلام ما يقدر يذكر السيد السستاني يكون إعلام ولكن ضميره يقول بهذا الكلام صح لولا ولا أحد يقول أنه أنا مؤثر لا كل واحد مؤثر في مكانه هنا ومؤثر في بلده ونسأل الله عز وجل أن يختار لشيعة أهل البيت الصالح لهم إن الله سميع الدعاء نعم أعود إلى الإمام الحسن سلام الله عليه محنة الإمام الحسن أن الناس لم يفهموا الناس لم يقدروا محنة العلماء الآن أن الناس كثير من المواقف لا يفهمونها نعم وكثير من المسائل الدقيقة ينتقدونها بغير معرفة مو الإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه الذي نعم رأى صلافة بني أمي على عهد رسول الله ورأى صلافة بني أمي بعد وفاة رسول الله وما صنعوا بأمه الزهراء وما صنعوا بأبيه أمير المؤمنين ها هو الجيش الأموي يعود ويجمع نعم حطامه ويعود بوجه الإمام الحسن سلام الله عليه وإلا أشوف الدنيا جد رخيصة وجد كثير من البسائل ما لها قيمة بحيث أن معاوية أخزاه الله يغري جعيدة بنت الأشعث أن تسم الحسن فيزوجها يزيد يزوجها يزيد الإمام الحسن من أوصاف الإمام الحسن يقولون كان أشبه الناس وجها برسول الله من أولاد علي وفاطمة أقربهم شبها بالنبي إذا رآه الناس يتذكرون النبي إذا وقف الحسن إذا طلع الحسن بباب يتوقف الناس المارة يتوقفون هيبة وإجلالا لصبط رسول الله إذا تحدث ذكرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أن جعيدة تفضل يزيدا على من؟ على الإمام الحسن بحيث معاوية لما سمت الإمام الحسن أعطاها مقدارا من المال وطردها وقال لها ما أمناك على ابن رسول الله فنأمنك على يزيد بن معاوية الحسن هذا الحسن العظيم الشهان ما أمناك عليه كيف نأمنك على يزيد هذه ظلامة الإمام سلام الله علي ولكن ظلامته الله يرحمه صلوا على محمد وعلي محمد الله يرحمه الشيخ عبد الزهراء الكعبي هذا الخادم الجليل لأهل البيت عندها بيات يقراها كان على المنابر يقول لمن القبور لمن القبور الدارسات بطيبة البنادي القبور لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها أهل الشقاء آثارا قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا أعلمت أي مقابر هدمتها هي للملائك ما تزال مزارا الإمام الحسن يقول سقيت السم عدة مرات ولكن هذه أشدها عليهم لما وصل إلي أخوه الإمام الحسين رآه على تلك الحال قال أخي من الذي قدم إليك السم قال أخي حسين إن كان الذي يظن فالله أشد بطشا وأقوى يا ميا قال أخي حسين إذا أنا موت فادفني عند قبر جدي رسول الله فإن أزعوكم فلا تريق في أمري مقدار محجمة دمايا وجدد بي عهدا بزيارة قبر جدي رسول الله وادفني إلى جيم جدة فاطمة بنت أسد بالبقيع نعم لما مات الإمام الحسن المشتبا أخذوا جنازة الإمام أريدك بالبقيع الآن بالبقيع يم قبر الحسن المظلوم يم قبر الحسن اللي ما عنده زوار نعم قول هناك الإمام الحسين أخذ جنازة أخيه أدخله إلى قبر رسول الله تجمع ابنه أمي جتوياهم عائشة نادت يا بني هاشم لا تدخل إلى بيتي من لا أحب ثم أن مروان رمى نعش الحسن بسهم ورمى أزلام بني همي حتى استخرجه من جنازة الحسن سبعة سهام وقيل سبعي سهما هنا جرد أبو الفضل سيف قال له الحسين أخي عباس أرجع السيف إلى غمد قال أخي حسين أنت صبرك لووسنا بالجبال لطالها أنا ما عندي صبر مثل صبرك وأشوف جنازة أخي الحسن ترمى بالسهام يقل يا عبا يا أس خل يا أس يوف بالمغامد معدل يقل لموهنا أبو فاب الفي كربلا قالهم الحسين والله لو لا وصية أخينا الحسن لعلمتم أينا أشد بطشا وأقوى ولكن نجدد عهدا بزيارة قبر جدنا رسول الله ثم ندفنه في البقيع أخذوا جنازة الإمام الحسن إلى البقيع حفروا له حفير أنزلوا في ملحودة قبر ثم أن الإمام قال البني هاشم بعد ما أهالوا التراب قالهم انصرفوا عن جنازة أخي راحوا بقى الحسين إلى جنب أخيه يخط تراب القبر بأنام الهسال الدموع على القبر وكأني بي أدهن راسي أم تطيب مجالسي ورأسك معفور وأنت سليعب أم استمتع الدنيا لشيء أحب ألا كل ما يهدنا إليك حبيب هنا هنا كان الحسين يشوف الحسن بهالأيام هذه يقل غريب وأطراف والبيوت تحط على كل من تحت الترايا غريب وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وراء أخا حريب أقل لسيدي أبا محمد أنت نعم صحيح رحت ولكن على رأسك الحسين أولادك أخوانك عشيرتك فكيف بمن قتل غريبا وحيدا بلا ناص فكيف من يرى بنات رسول الله من بعد سبايا نعم ترى الأيام هذه وصلت عائلة أبي عبد الله إلى بلدة الشام هلأ بياتان قريتها يوم من الأيام ولكن طلبوها مني اللي عنده حالة ونياحة ودمعة أسألك الدعاء يقول كان عندي الحسين أخت من الرضاعة تسمى بالعقيلية هذه المرأة سكنت الشام تزوجت بالشام صار عندها ولد لما دخله السبايا راح هذا الولد إلى نعم إلى عمله شاف الرؤوس والسبايا رجع إلى أمة سيلة أوليد العقيلية ينادي اليوم زين ملبوس المذخور للأعياد وين صاحت بي أمة تقل لمنه وش ما لك يا الولاد تنده من بعيد وياه لي قل لك هالوقت يبني وك تعيد قالها خوارج ثائرة والنصر لي زيد قالت لخوارج قالها رؤوس نعم وسبايا قالت لروح شوف من السبايا ذول راح ووقف على الجاد ولاحت لح الروس فوق الرماح تلوح تحجب نور الشموس شاهد شنو شاف شاهد علي لبقايد محبوس تذوب الصخر جرة ونين بعد بعد ويه العقيلة شاهد يسيرة تلوذ بها كل يسيرة قالها مصيبت يا حرة والله كبيرة من يا بلد من يا عشيرة تقل زينب اسلام احنا وارب طيبة وطن وكل من تريد من المدين اسأل عن ايش يسألها ايه قل اسيل ايش اسيل ايش عن حسين انشد ايش عن عبايز اسيل ايش عن محمد صاحب الشيم شارب الكواس يعني كاس الشجاعة اتقل تسعر فت العقيلة اتقل انشان ابن العقيل يا جنابك فوق الرماح العالي يا ابني جوابك ايه ويا هل دم عريض صوتك ايه فوق الرماح العالي يا ابني ايه 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 جواب منه على الرماح شيخ العشرة وجملة احباب راح هذا الغلام الى ام ايه قلها وخالي وخالي يا يظنون من الالم سالم وخالي ومال من الربع صاحب وخالي يا ايه امها يا ايه خالاتي وخالي على رأس الرمح ونور ضي ايه على رأس الرمح ونور بعد بيت الختام يقول خرجت هذه العقيلية لما رأت رأس المولى ابي عبد الله على طرف الرمح اتقل هلا بظيفنا هلا بظيفنا ولو تشان مذبوح اي هلا بظيفنا ولو تشان اياه اياه مذبوح او على رأس الرمح رأس الفيلوح رفعوا رأسا يصلون على جدي الأعظم صبحا ومسى يا الله يا رحمن يا رحيم يا علي يا عظيم يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سوى اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا يا الله وان ادعو لزوار الحسين اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين يا الله اللهم ادفع عنهم السوء والبلاء وكيد الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم ارجحهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين بالأجر والثواب العظيم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وعلماء الدين ومراجع المسلمين وخدام الإمام الحسين وخدام الإمام الحسين رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات وشكرا للمشاهدة بعد اشتركوا في القناة